الإمام مالك رحمه الله كان لا يشف أن يقال زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الزائر في المدينة لأن من خارج المدينة لا يجوز له أن يشد الرحلة إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يشف وينهى عن قول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدن على شكمه هذا بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبر وسلن يعبد فماذا فهم رحمه الله فهم كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال فهم أن لفة الزيارة للقبر إذا كانت لنبي أو لمعظم في الدين أنه لا يقصد منها الزيارة الشرية وإنما يقصد منها التوسل بهذا المقبول وإذا يقول رحمه الله يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ففرق بين قوله زرت قبر فلان وهو رجل عادي وبين قوله زرت قبر فلان وهو عالم أو نبي أو صالح ففرق بين اللفظتين لأن الزيارة على قوله من مالك ماذا يقصد منها الزيارة البدعية ويقول رحمه الله فهذا الإمام مالك قد أدرك من هم في القرون المفضلة مما يدل على أن النهي عن الغلو كان موجودا في القرون المفضلة ولذا يقول الصنعان رحمه الله يقول إن هذه القبور المزخرفة والمجسصة غالبوا ما يضعها الملوك والرؤساء والزعماء يضعونها إما على رئيس أو ولي صالح أو عالم ظنا منهم أن هذا من باب التكريم له فيأتيه من يأتيه في ذلك العصر وهم يعرفون أنه رجل لا ينفع ولا يضع فإذا انقرض هذا العصر وجاء عصر آخر ورأوا أن هذه القبور أو أن هذا القبر قد زخرف وزين وسطر ما لم يحصل لغيره ظن أن لهذا القبر منزية تاسيما أن السدنة يملحون هذا القبر بقولهم إن هذا قد رفع الضر عن فلان أو أوقع النفع بفلان من أجل أن يخدموا مصالحه ما ذكر هنا يرد على من نقل عن الإمام المالك أنه يجوز الصلاة في المقبرة